موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إليم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع حصة جديدة من برنامجكم جزائريون مروا بفلسطين لا شك أن علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين اهتموا اهتماما بالغا بالقضية الفلسطينية فكتبوا عدة مقالات ينصرون فيها القضية الفلسطينية ومن هؤلاء الذين اهتموا بالقضية الفلسطينية الشيخ السعيد أبو يعلى الزواوي رحمه الله هو عالم جليل من كبار علماء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أبل بلاء حسنا في نصرة القضية الفلسطينية فبعدما صدر قرار تقسيم فلسطين سنة سبع وثلاثين وتسعمائة والفل الميلاد الذي يوافق سنة ست وخمسين وثلاثمائة والفل الهجرة استنكر بشدة هذا التقسيم وأكد بأن الوجود البريطانية في أرض فلسطين يخدم مصالح الصهيونية وحذر من المكائد التي تحاك حول المسجد الأقصى والأراضي المقدسة ودع المسلمين قاطبة إلى وجوب نصرة القضية الفلسطينية وهكذا استنكر بشدة ما يجري في أرض فلسطين مبينا ما يحاك للفلسطينيين في أرضهم داعيا لرفع الهمم من أجل تحرير البلاد من رجس الاستخراب البريطاني وكذلك الاستخراب الصهيوني في أرض فلسطين ولا شك أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لعب أفرادها دورا بارزا في استنكار هذا التقسيم الذي كان سنة سبع وثلاثين وتسعمائة والفل الميلاد الذي يوفق سنة ستين وخمسين وثلاثين والفل الهجرة وعلى رأسهم العلامة عبد الحميد بن باديس رحمه الله الذي أرسل رسائل احتجاجية إلى وزير الخارجية الفرنسي يستنكر هذا التقسيم لأرض فلسطين ويؤكد بأن أرض فلسطين هي أرض للمسلمين قاطبة وبأن العهود والمواثيق الدولية ضمنت حق الأراضي الفلسطينية للفلسطينيين ويدعوه كذلك إلى أن يقف ضد هذا التقسيم وضد الانتداب البريطاني على أرض فلسطين والشيخ أبو يعلى الزواوي من العلماء الذين تنبهوا لخطورة الصهيونية وتنبهوا كذلك لخطورة النفوذ البريطاني ولخطورة النفوذ الصهيوني على أرض فلسطين ولا شك أن هذه القضية هي قضية إسلامية ونصرتها واجب على كل مسلم فتعرضت بعد ذلك القضية الفلسطينية لتقسيم آخر فقبل أن تنسحب بريطانيا من أرض فلسطين أحالت القضية على الأمم المتحدة التي أصدرت قرارا بتقسيم أرض فلسطين إلى دولتين إلى دولة عربية وإلى دولة يهودية وكان ذلك سنة 47 وتسعمائة ألف الميلاد الذي وفق سنة ستين وستين وثلاثمائة ألف للحزرة ولا شك أن هذا التقسيم تقسيم مثل التقسيم الأول استنكره العلماء ونادوا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى من أجل تحرير البلاد فاجتمعت الجيوش العربية من أجل الجهاد في فلسطين فحققت انتصارات عظيمة في البداية وذلك سنة 48 وتسعمائة ألف الميلاد الذي يوفق سنة سبع وستين وثلاثمائة ألف للحزرة حققت انتصارات عظيمة ثم بعد ذلك وقعت هدنة فالجيوش العربية التنزمت بالهدنة ولكن اليهود خرقوا هذه الهدنة ووصلتهم الأسلحة من الدول الأوروبية من أمريكا ومن غيرها من الدول الأوروبية واستطاعوا أن يهزموا الجيوش العربية فمنيت الجيوش العربية بهزيمة فتوقفت الحرب بعد ذلك فرجع المهاجرون الذين هاجروا من أجل الجهاد إلى أوطانهم ومنهم من سجن ومنهم من شرد ومنهم من استشهد في سبيل الله تبارك تعالى خلال هذا الحرب خلال هذه الحرب وكذلك نجد بأن بعض الفصائل لعبت دورا بارزا خلال هذه الحرب بعض الفصائل التي فيها عدد كبير من الجزائريين ومنها الفصيل الفصيل الذي أنشأه محمد الأمير الحسيني حفيد الأمير عبد القادر أنشأ فصيلا يتكون من عدد كبير من المتطوعين دربهم في بلاد الشام ثم بعد ذلك نفروا للجهاد في أرض فلسطين فأبلوا بلاء حسنا وقادوا عدة معارك هزموا فيها جيوش الصهاين وهم الذين كانوا سببا بعد ذلك في استمرار الحرب في الستينيات أصل تبارك وتعالى أن يرحم الشيخة السعيدة أبعالي الزواوي رحمة واسعة إنه سميع قريب مجيب وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر